اشتركوا في القناة 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 اولا يجب ان تكون وظيفتك من بين قائمة الوظائف المطلوبة تير ربعة وخمسة سوف نضغط على هذا الرابط لمعرفة قائمة الوظائف المطلوبة هكذا سوف نبحث على تير ربعة وخمسة اذا هذه هي الوظائف المطلوبة للبرنامج مقدم خدمات رعاية الاطفال في المنزل بائية التجزئة وبائية المنتجات البصرية من التير ربعة والميهم التي تطلب عددا شهادة الثانوية العامة او اعدة اسابيع من التدريب اثناء العمل ولدينا التير خمسة هذه هي الوظائف المطلوبة عمال صيانة المناظر الطبيعية والاراضي سائخ خدمات التوصيل والموزعين من الباب الى الباب هنا المهنة التالبات تنعرض عمل قاسر الامد وعدم موجود تعليم رسمي بدون تعليم كما تشاهدون اذا يجب تحقيق هذا الشرط يجب ان تكون وظيفة تكون بين قائمة الوظائف المطلوبة اما التير ربعة او التير خمسة هنا سوف اترك لكم رابط قائمة الوظائف المطلوبة التير ربعة والتير خمسة مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو لدينا الشرط الثاني ويجب تحقيقه وهو الحصول على عرض عمل او عقد عمل في كندا هنا حكومة كندا سهلت عليكم الامر قامت بتوافق مع 14 مجتمع كما تشاهدون هذا هو الرابط بدرت الترحيب بالمجتمع الناتقة بالفرنسية لسهل الامر عليكم للحصول على عقد عمل وتحقيق الشرط الثاني هنا سوف اشرح لكم طريقة التقديم الى هذه المجتمعات للحصول على عقد عمل وبالتالي تحقيق الشرط الثاني سوف نضغط على هذا الرابط مبادرة الترحيب بالمجتمعات الناتقة بالفرنسية هكذا باردون اذا هذه المجتمعات الاربعة عشر انا سوف اترجم لكم الصفحة دائما للشرح هنا ايضا الجديد سوف يقوم باضافة عشر مجتمعات اخرى في المستقبل كما تشاهدون لدينا مثلا مجتمع نيفاولند لبرادور مجتمع هاوكسبيري شرق انطاريو سوديبير شمال انطاريو هاميلتون جنوب عرب وسط انطاريو منطقة نهر السين اماني طوبا موش جوبي ساسكاتشوان كالقارب البرتا اذا يجب التقديم الى هذه المجتمعات لحصول على عقد عمل سوف تسعدكم في الحصول على عقد العمل وتحقيق الشرط الثاني هنا طريقة التقديم سوف تختار احدى المجتمع تقدم سوف نختار مثلا هذا المجتمع بانطاريو سنضغط على الصورة هكذا هنا سوف تجد تعريف هذه المدينة المعلومات الخاصة بالمدينة وايضا فيديو يمكنك مشاهدته هنا طريقة التقديم سوف تضغط على هذه الخانة البحث عن وظائف سوف يوجهك الى موقع جوب بانك هنا للتقديم سوف تحتاج الى سيرة ذاتية انجليزية بالمواصفات الكندية الصحيحة هنا لتسهل الامر عليكم سوف اترك لكم رابط هذا الفيديو شرحت فيه طريقة انشاء السيرة ذاتية الانجليزية بالمواصفات الكندية الصحيحة تجد رابط الفيديو بشرة في صندوق وصفات الفيديو هنا فقط يجب التقديم على الوظائف تير 4 و تير 5 كما شرحت لكم سابقا في موقع جوب بانك وايضا يجب اختيار الوظائف خاصة بالمرشحين من خارج كندا وتنتظر الرد من طرف هذا المجتمع ايضا قدم علاء المجتمعات الاخرى للحصول على فرص اكثر هنا سوف اترك هنا نفترض الحمد لله قدمت علاء المجتمعات وتحصلت على موافقة على عقد عمل في الوظائف المطلوبة تير 4 و تير 5 إذا حققت الشرطين هنا طريقة التقديم يشرحونها كما تشاهدون في الموقع الرسمي هنا كيفية التقديم لدينا رطوة الأولى الحطوة الثانية تقوم بإنشاء حساب عبر الانترنت أو وتشجيل الدخول بإنشاء حساب وتشجيل الدخول هنا يشرحون كيفية البدء في تطبيق لدينا الخطوة الثالثة وحصل على خائمة التحقق من المستندات الخاصة بك والخطوة الرابعة سوف تقوم بملء النماذج لدينا الخطوة الخامس سوف تقوم بتحميل المستندات هنا أيضا لدينا خطوات سوف يقوم بها صاحب العمل لكندي هذه الخطوات من بين هدف الرسوم كما قدركم سابقا إذن هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم أتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح شكرا على المشاهدة وبتوفيق للجامعة